أسقط كل أحكام المسبقة المرأة التي تتعرض للتحرش الجنسي كانت عندها لباس مثل أنا أو عندها الجيلباب يعني لباس جيلباب أو حجاب تكون متزوجة نحن كنا بكري نسمع كما يهضر الأخ قبيلة في الريبورتاج يهضر على الحشمة بكري المرأة المزوجة ما يدنوش ليها يقول لك مرتا راجل حرم لها راسو يقول لها ويدنوش المرأة كبيرة مرأة كبيرة عندها ستين سنة ولا خمسة وخمسة سنة نحن نقول لها كبيرة ويدنوش ليها ساجي شفنا باللي كاين يعني حالات كبيرة اللي يعني احنا تفاجأنا لما شفنا مثل هذه الأشياء ومركز الإسراء هو اللي خلانا أننا تكون عندنا هذا التشخيص لأن غالي بن بكري يقول للمرأة المتلقى ولا نقول له الهجالة يقولوا هي اللي تعرض أكثر بس كزعمة ما عندهاش والي ما عندهاش شكون محقورة محقورة بس ما عندهاش اللي حامي عليها تكشفنا باللي حتى اللي عندها مستوى عالي يعني شحان من شهادة في الإذاعة يعني اسمعناها باللي تكون محامية تكون طبيبة حتى تكون عندها مستوى عالي تكون نقول سو ديركترية سوى ديركترية لتتعرض شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة